عندنا عضوة في البرلمان حنفي اسمها آيات الحداد آيات الحداد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النهاردة قررت الست آيات الحداد انها تحل مشكلة اطفال الشوارع اطفال الشوارع عندنا في مصر عدد كبير جدا من اطفال الشوارع ما يزيد عن اتنين مليون طفل موجودين في الشوارع بسبب اما التسريب الاسري بيتسربوا من الاسر او بسبب ضيق الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية بسبب مشاكل اسرية المهم بالنهاية يعني عندنا في مصر ما يزيد عن اتنين مليون طفل والاحصائية دي كانت في سنة 1999 يعني قبل واحد وعشرين سنة تقدر تقول كده وانت مغمض وحاطت في بطنك بطيخة صيف النهاردة بنناهز على تلاتة مليون طفل شوارع موجودين في شوارع مصر بلا مقوى معظمهم موجودين في القاهرة والجيزة وسكندري تمام؟ ست النائبة حطت حل عبقري النهاردة وزاكي ما يطلعش غير من حد عضو في برلمان حنفي في دولة بيحكمها عبدالفتاح السيسي ورئيس برلمانها حنفي القبها الخاين بتاعت راند وسنفير والاعلان بتاعها احمد بوسى ومصطفى بكر ايه الحل بقى؟ ست قررت او بتقترح في البرلمان انها تعمل معتقل كبير جدا او سجن كبير جدا في الصحراء وتاخد الاطفال التلاتة مليون دولت وترميهم فيه شوف بها قيلة الادب شايف الوساخة وصلت فين؟ شايف عدم احترام الشعب والمواطن والاطفال وصل لفين ان نائبة في البرلمان عايزة تلم الاطفال من الشوارع وتاخدهم ترميهم في الصحراء وقال ايه؟ يعني المبرر بتاعها بتقولك ان عندهم انهم صروة لم تستفيد منها مصر حيث يتمتعون بقدرات جسمانية تجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء واضافة الست النائبة في كلمتها لو تم وضعهم في هذه المعتقلات او هذه السجون او هذه المراكز وهم بيتحملوا البرد فعادي ممكن نسيبهم في الصحراء من غير غطى يعني ومن غير هدوم وبيتحملوا كمان الحرارة فممكن حتى السجن ميبقاش مسقوف لان عندهم بنية تم تروحي تودي ولادك ما تروحي تاخدي ولاد سياد السادة النواب لكن ولاد مصر اللي موجودين في الشارع لان الحكومات الظالمة الفاسدة لم توفر لهم مقوى ولم توفر لهم حياة كريمة يبقى الحل ان انا اوفر لهم حياة كريمة اوفر لهم مدارس اوفر لهم مراكز تههيل مش اخدهم يا ست النائبة اللي ما عندكيش ضمير ولا عندك دم ولا عندك انسانية اوديهم في الصحراء واعمل لهم معتقلات طيب فين بقى الجماعة بتوح حقوق الطفل فين بقى الجماعة بتوح حقوق المرأة فين حقوق الانسان فين اي حد عنده دم في البلد يرد على الست المجرمة حفظوا اسمها كويس اسمها ايات الحداد حفظوا اسم المجرمة دي كويس ايات الحداد عايزة تلم ولادنا من الشوارع اللي المفروض الدولة طرعاهم وتحطوهم في معتقلات عشان ينضموا بقى للستين الف معتقل داخل سجون عبدالفتاح السيسي طيب هي طبعا ست واضح انها يعني اعجبها بتقولك انا عجبني جدا تجربة محمد علي محمد علي الالباني انا بس اتقولك يتمتعوا بقدرات جثمانية تخليهم بيسهم منحس يا عام بيسهم منحس ايه لدي عدد ده في الشارع شوارعية اصلا خدوا مرموهم في الصحراء ايوا طبعا دي طبعا مرموهم في الصحراء مرموهم ايه اصلها ايات دي طبعا ما تشوفونا يا شباب دي يوضوا فين فانه دايرة عشان نقول الاهالي الدايرة بتاعتها اطفال الشوارع حضراتكو اللي طبعا المجلس العق